وللمزيد ينضم إلينا من المملكة العربية السعودية مرسلنا حمد المحمود حمد مرحبا بك معنا إذن تطور لافت لكن دعني أتوقف معك بداية في أبرز تفاصيل هذا الاتفاق نعم إيمان بالفعل يعني هذه الهدنة التي عنها المبعوثة الأممي تأتي ربما في مثل هذه الظروف الإيجابية التي بدأت قبل عدة أيام هنا في العاصمة السعودية بعد أن أعلنت مجلس التعاون الخليجي عن استضافة كافة الأطراف اليمني لمشاورات يمنية يمنية بدأت هنا قرب أربعة أيام للوصول إلى تفاهمات فيما بين الأطراف المتنازع عن صح التعبير في الداخل اليمني وإن كان لم تحضر كافة الأطراف إلى هذه المشاورات اليمنية اليمنية إلا أن الجو الإيجابي بشكل عام كان سائدا خصوصا مع حضور المبعوثة الأممي لدى اليمن وأيضا بعض المنظمات والهيئات الدولية وربما هذا التقارب بشكل إيجابي فيما بين كافة الأطراف في مثل هذه المشاورات هي من أنجحت قبول هذه الهدنة من كافة الأطراف في اليمن والتي أعلن عنها المبعوثة الأممي لمدة شهرين تبدأ من يوم الغد ووقف جميع العمليات الجوية والبرية والبحرية وأيضا فتح مطار صنع لرحلات تجارية محددة سلفا وكذلك فتح ميناء الحديدة لاستقبال السفن والرحلات التي تقدم المؤونة وبحسب المصادر بأن الحكومة اليمنية ربما استبقت هذا الإعلان لمبعوثة الأمم المتحدة وأرسلت سفينتين محملة بي الوقود هي الآن بالطريق لميناء الحديدة إضافة إلى ذلك بحسب معا عن وزير الخارجي اليمني قبل قليل بأن الرئيس الحكومة الرئيس هذه وجه بالتفاعل بشكل كبير في حكومته مع هذه الهدنة وأمر بإطلاق كافة الموقفين والسجنات في الداخل اليمني رغبة في الحكومة اليمنية لإنجاح هذه الهدنة وتبقي ربما على كافة الأطراف في الجانب الآخر إيمان فيما يخص السعودية كالتحاف دعم الشرعية في اليمن وبحسب المصادر بأن هناك شخصية مسؤولة صرحت بأن المملكة العربية السعودية تعاملت بإيجابية مع هذا الطلب من قبل المبعوث الأممي لداء اليمن مع طلب الهدنة رغبة في إنجاح هذه الهدنة والتي تستمر لمدة شهرين يتخلى لشهر رمضان المبارك كاملا بنصف هذه المدة من الهدنة وأيضا إن كانت هناك رغبة لدكافة الأطراف ونجحت هذه الهدنة بإمكان تمديدها أيضا لمدد مماثلة بالتالي نحن الآن أمام تحدي كبير ليوم الغد بإطلاق هذه الهدنة وبدء سريانها والنظر إلى كافة الأطراف لتفعيل ونجاح هذه الهدنة نعم إذن شكرا جزيلا لك حامد المحمود مرسلنا من السعودية